بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الثاني في الرياضيات لسنة الثانية ثانوي رقم واحد حيث يقول نص التمرين قال زهر نرد أزرق وزهر نرد أحمر غير مو زيفين قال أوجه كل منهما تحمل الأرقام من واحد إلى ستة قال نرمي النردين في آن واحد أسوأ الأول قال أحسب احتمال الحادثة هذه الحادثة أيضا ما هي هي الرقم الذي يحمله النرد الأزرق ضعف الرقم الذي يحمله النرد الأحمر ثانيا قال أحسب احتمال الحادثة هذه الحادثة بما هي هي مجموع الرقمين اللذان يظهران يساوي كم يساوي لنا خمسة إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفسر إذن ننطلق ابنائي في الحلقة زهر نرد أزرق ها هو زهر نرد أزرق وزهر نرد أحمر ها هو زهر نرد أحمر قال غير مزيفين قال أوجه كل منهما تحمل الأرقام من واحد إلى ستة إذن هنا الأرقام ممثلها بهذه النقاط البيضاء معناه الوجه الأول مثلا يحمل واحد الوجه الثاني اثنان نقطتان وجه الثالث مثلا ثلاث نقاط الوجه الرابع يحمل أربع نقاط والوجه الخامس يحمل خمس نقاط والوجه السادس يحمل ست نقاط هذا هو الأمر قال نرمي النردين في آن واحد إذن هكذا مثلا ترمى هذا النرد وهذا يرمون مرة واحدة هكذا حتى نفهم جيدا يعني ترمى هكذا ثم تنزل حتى تلاحظ هذا قال واحد أحسب احتمال الحادثة هذه أ هي الرقم الذي يحمله النرد الأزرق ضعف الرقم الذي يحمله النرد الأحمر مثلا هذا إذا تحصل على إثنان هذا يتحصل على أربعة حتى تفهموا جيدا لأن قال الأزرق يكون ضعف الأحمر ثم إثنان قال أحسب كذلك احتمال الحادثة بمجموعة الرقمين الذين يظهران هو ماذا هو خمسة مثلا هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ لنا أربعة مجموعة يعطينا خمسة هكذا حتى نفهم جيدا أولا ماذا نقول أبنائي نقول نمثل أولا نمثل نتيجة ركزوا جيدا نتيجة كل رمية بي الثنائية إذن بي الثنائية هذه الثنائية نسميها بي لاحظوا وانتبهوا أرجوكم من المجموعة الشاملة التي هي أوميغا حيث ماذا حيث أ ماذا يمثل أ هو العدد من هو العدد يا أبنائي هو العدد أو هو الرقم نقول أفضل هو الرقم حتى تفهموا جيدا إذن نقول الرقم الذي يحمله ماذا يحمله النرد من هو النرد لهو الأزرق وماذا وبي الرقم الذي يحمله من كذلك النرد الأحمر فماذا ينتج لنا يا أبنائي ركزوا جيدا نقطة نقطة إذن قلت هو الرقم الذي يحمله النرد الأزرق ب هو الرقم الذي يحمله النرد ماذا النرد الأحمر هذا الأمر الأول فيكون نقول فيكون عدد من عدد النتائج الممكنة إذن الممكنة هو لاحظوا وانتبهوا كيف يمكن أن نقوم بحساب عدد الحالات الممكنة ها هو جدول إذا كان الأزرق كم عنده من وجه عنده ستة الأول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة والأحمر عنده واحد اثنان كل وجه الوجه الأول فيه رقم واحد الثاني في اثنان ثالث في ثلاثة الرابع في أربعة والخامس في خمسة والسدس في ستة الآن كم يوجد لنا من ثنائية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة في ستة كم؟ إنها ستة وثلاثون يا أبنائي يعني يوجد لنا ستة وثلاثون ثنائية إذن فنقول حتى تفهموا هذه الممكنة هو ستة في ستة وتسون ستة وثلاثون إذن لما نرمي مثلا النرد الأول والثاني مثلا يمكن أن يأتينا واحد واحد يمكن أن تأتينا ثلاثة أربعة يمكن أن تأتينا ستة ستة لاحظتم هذه كل الحالات الممكنة حتى نفهم جيدا ثم الآن يمكن أن نقوم بحساب هذا الاهتمال لأن أول شيء في الاهتمال عليك أن تكون الحالات الممكنة صحيحة تابعوا جيدا إذن نأتي الآن إلى حساب نقول حساب ماذا احتمال الحادثة من هي آ هي بي لآ يعني المقصد هنا بي لآ انتبهوا أرجوكم نقول أولا الحادثة هكذا إذن نقول الحادثة آ ما هي أبناء الحادثة آ هي مجموعة ماذا الثنائيات هذا الأمر الأول الثنائية آ بي التي تحق لنا من ماذا من مجموعة الكلي لي من المجموعة الكلي هذه أوميغا حتى نفهم جيدا ويفهموا أرجوكم نقول بي حيث بحيث ماذا قلنا قلنا أن الرقم الذي يظهر أو يحمله النرد الأزرق يكون ضعف الذي يحمله الرقم الأحمر ما معنىه أن نقول أن آ ماذا يسوي يسوي إثنان بي يقول أحدكم لماذا لأن قلنا الرقم الذي يحمله آ الذي يحمله النرد الأزرق يسوي النظ Нам الذي يحمله النرد الأحمر ونحن قلنا A الرقم الذي يحمله النارد الأزرق B هو الرقم الذي يحمله النارد الأحمر فيصبحنا A يساوي إثنان B الآن A يساوي إثنان B نأتي إلى هنا ونبحث عليهم لاحظوا حتى تفهموا جيدا A قلنا لاحظوا إلى العلاقة A يساوي إثنان B نلاحظ أن الثنائيات في رأيكم يا أبناء ما هي الثنائيات التي يمكن أن تكون إذن لهذه A أكيد سوف تكون لنا إثنان مع واحد ها هي الثنائية الأولى انظروا إثنان مع واحد لأن تطبق علينا لاحظوا جيدا إذا كان هذا هو A يكون قلنا هذا هو B حيث ماذا؟ أي ليس إثنان هي إثنان في واحد ها هو الآ وها هو البي فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا إثنان مع واحد هذه الثنائية الأولى والآن عكسها كذلك لهو واحد إثنان هل صحيح؟ لا أرجوكم انتبهوا لا يقول أحدكم يا أستاذ إثنان وواحد كذلك هي واحد إثنان لا لأن لا تطبق عليها A يساوي إثنان B إذن ما هي الثنائية كذلك؟ لي هي أربعة مع ماذا؟ أربعة مع اثنان أربعة مع اثنان ها هي كذلك لماذا؟ لأن أربعة تساوي إثنان في إثنان هل تطبق عليها هذا القانون؟ نعم تطبق عليها ذلك القانون فتصبح لنا الثنائية الثانية اللي هي أربعة مع ماذا؟ مع إثنان فما في رأيكم ما هي الثنائية؟ أليس كذلك عندنا الستة؟ ستة مع الثلاثة؟ نعم إنها الستة مع الثلاثة ها هي أمكم إذن فتصبح لنا كذلك ستة مع ثلاثة إذن فماذا يمكن أن نقول على هذا الاهتمال؟ نقول على هذا الاهتمال إذن تصبح لنا بي لأ يسوينا الحالات الملائمة اللي هي كم من ثنائية وجدنا هنا؟ وجدنا ثلاثة حتى تفهموا جيدا نصبح لنا ثلاثة على الحالات الممكنة اللي هي ستة وثلاثون ويمكن أن نقول هي واحد نقسم على إثن عشر بعدما نقوم بالقسمة هنا على ثلاثة وهنا على ثلاثة يا ابناء أرجو قد فهمتم الفكرة بعدما أنهينا مع الآن مع الاهتمال الأول نأتي الآن كذلك إلى نقول حساب ماذا؟ اهتمال أفوا أكتب بخط أوضح اهتمال الحادثة ماذا؟ الحادثة بي اللي هي مقصد معناه بي بي لاحظوا هنا وانتبهوا نقول قلنا الحادثة بي ما هي؟ ابناء يركزوا جيدا الحادثة بي هي مجموعة ماذا؟ الثنائيات دقيقوا جيدا الثنائيات قلنا بي حيث ماذا؟ من ماذا؟ أكيد من المجموعة الكلية اللي هي أوميغا بي حيث ماذا قال؟ لاحظوا إذا نقول هنا بي حيث ماذا قال لنا؟ قال لنا هذه الحادثة بي تمثل مجموعة الرقمين الذين يظهرون يسوينا خمسة ما معنى؟ معنى آ زائد بي يسوينا كم؟ يسوي لنا خمسة تعالوا الآن نأتي إلى الثنائيات هنا إلى الجدول بي حيث ماذا؟ بي حيث قلنا آ زائد بي يسوينا كم؟ يسوي لنا خمسة الآن ما رأيكم أن نقول هذه الثنائية؟ أليس؟ إذن نقول بي تصبح لنا تسوي دقيقوا الثنائية الأولى اللي هي ماذا؟ اللي هي أربعة مع ماذا؟ مع واحد أو ماذا؟ أو واحد مع ماذا؟ مع أربعة كذلك ها هو أمامكم اللي هي واحد مع أربعة لأن مجموعهم والمجموعة عملية تبديلية حتى نفهم جيدا أو عندنا ماذا؟ أو عندنا ثلاثة مع اثنان كذلك اجمعهم خمسة إذن ثلاثة مع اثنان أو ماذا؟ أو اثنان مع ثلاثة ها هي أمامكم اثنان مع ثلاثة ها يوجد لنا ثنائية أخرى؟ لا يمكن أن نجد لأن أربعة مع واحد أو واحد مع أربعة أو ثلاثة مع اثنان أو اثنان مع ثلاثة كم يوجد لنا الآن من ثنائية؟ يوجد لنا أربعة من خلال ماذا؟ من ستة وثلاثون إذن فتصبح لنا هكذا P.L.P يساوينا أربعة على ستة وثلاثون وتساوينا واحد على تسعة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الآن كيف قمنا بحل هذا التمرين وها قد أوضحت لكم هنا كل شيء كيف يمكنكم حساب الحالات الممكنة للناردين إذن يمكنكم أن تستعملوا هذا الجدول الذي قمت هنا بملئه لماذا؟ لأن هذا النرد عنده ستة وجوه وهذا عنده ستة وجوه فيمكن أن نجد ستة ستة خمسة خمسة أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة واحد واحد المهم هذا الجدول عدد الثنائيات هو عدد الحالات الممكنة يا أبنائي وهذه العناصر كلها هي مجموعة الكلية لهذا الاحتمال يا أبنائي وفي الأخير الأبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته